عضو اتلاف دولة القانون عدنان السراج وفي لقاء مع قناة الفلوجة رحب بإعلان السيد عمار الحكيم تأسيس تيار الحكمة الوطنية مؤكداً أن المجلس الأعلى أصبح كجسد ميت حسب قولها منذ تشكيله إلى يوم كهذا لن يحيي الفرقاء السياسيون داخل التحالف الوطني هذه الجثة الهامدة ولذلك كان أجد اليوم السيد عمار حاول محاولة جادة وأنا شخصياً تكلمت معه أثناء انتخابي كرئيس للمجلس للتحالف الوطني وقال محاولة لمأسسة التحالف وجعله قوة على الأرض وكان رأيي أنه معارضاً لسيد عمار بأنك سوف لا تستطيع أن تفعل شيئاً لهذا التحالف وبالتالي التحالف ليس له إمكانية الصعود لأن التيار الصدري وكتل أخرى داخل التحالف لا تريد للتحالف أن يكون القوة على حساب وجودها هي ككيانات تتحرك داخل الساحة السياسية وأيضاً داخل مجلس النواب لن يكون لها تأثير خلافات عميقة واختلفوا على أبسط المشاريع ولن يتفقوا